اخواني واخواتي في كل الدنيا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته احييكم واتمنى لكم وافر الصحة والعافية احنا بنتكلم النهاردة عن موضوع انا اول مرة اتكلم فيه لكن لقيته موضوع شائع جدا وموضوع مزعج جدا لناس كتير رغم انه هو طبيا هو حاجة مزعجة طبيا لكن مش خطيرة هي حاجة مش خطيرة جدا لكنها اكتشفت انها منتشرة جدا في العالم العربي عندنا ومشكلة كبيرة بالنسبة لناس كتير ومضايقاهم رغم انها مش خطر خالص اللي هي الالم اللي بيبقى موجود جنب عظمة اللوح يعني احنا في مصر يقولك ضلع بيوجعني جنب عظمة اللوح كده يبقى فيه ألم باستمرار في الخليج اكتشفت ليه اسم غريب جدا اسمه الابهر الابهر ده الشريان الاورتي فالابهر ده شريان ده ألم في العضلات فحاجة غريبة يعني بيسموه اسم غريب كده لكن شائع ومنتشر عندهم بيقولك عندي ألم في الأبهر انا حتى ما نفهمش احنا الكلام دوت لكن هو في النهاية المكان اللي فيه الألم ده هو ألم في العضلات فيه عضلة موجودة جنب عظمة اللوح والعضلة دي ممكن يحصل لها التهاب زي أي التهاب في أي عضلة في الجسم لكن اكتشفت أن العضلة دي مشهورة قوي قوي في بلدنا العربية الحتة دي بالذات مع أنه ممكن اللي التهاب في العضلات بيعمل نقط فيها ألم النقطة دي اسمها نقطة الزناد أو trigger point التهاب العضلات اسمه myofacial pain أو ألم عضلي ألم عضلي أو التهاب في العضلات من trigger point زي ألم هنا في الكتفة تدوس على العضلة اللي في نص الكتفة تلاقيه يسمى عملك ألم هنا وألم هنا العضلة دي ندوس عليها trigger point أو نقطة الزناد بتعمل صداع نقطة زناد هنا في الكتفة تلاقيه بيسمع عند الكوع فبيبقى التهاب في العضلة فيه نقطة معينة اسمها نقطة الزناد مندوس عليها أو مش مندوس عليها السبب الألم هي مركز الألم أي استفزاز لها زناد كأنك ده ربط الرصاصة بتاعت الزناد بتاع المسدس يبتدي الألم ينتشر في بقية العضلة أو في بقية المنطقة حاجات مش خطيرة لكن مزعجة بتعاكن على المريض يعني بتدايقه طيب إيه الحاجات دي طب إشمعنا الحتة دي اللي هي ألم الأبهر أو العضلة دي دي الألم في المنطقة دي والله العضلة دي ممكن تلتهب لعدة أسباب الموضوع زي ما قلتلكم بسيط لكن مزعج بيعاكن على المريض بيدايق المريض ففيه ناس بتقول إن ده التهاب في الكيس الزلالي اللي في المنطقة دي أنا بقولك بالانجليزي عشان حتى الدكاترة محترين في تشخيص حاجة زي كده فالتهاب في الكيس الزلالي اللي موجود عمل التهاب في العضل أدي حاجة فيه أبحاث تانية بتقول ده فيه خشونة في المفاصل بتاعت الرقبة الخشونة دي هي اللي بتدت تسمع عمل تريفيرد بين أو ألم بيمتد للمنطقة دي فعمل تشنك في العضلة عمل التهاب في العضلة حد يقولك لأ ده فيه مشكلة في مفصل الكتف وهو اللي بيسمع وراء هو اللي عمل التهاب في العضلة اللي وراء ماشي أوكي ما فيش مشكلة حد تاني يقول لأ ده أحيانا الفيروس بتاع الأنفلونزة حد يجي له برد أو أنفلونزة بعد ما يخف الفيروس بيستوطن العضلة دي على أساس إنها عضلة رؤياء جدا فهي عضلة ضعيفة ممكن يستوطن فيها الفيروس كل ما انت تتعرض لبرد تلاقي الألم جالك كل ما تعرض لتوتر عصبي ألاقي الألم جالي طيب حد تاني يقول لأ ده هي دي من التوتر العصبي لأن غالبا التشنجات العضلية ونقطة الزنات بتيجي للناس العصبيين اللي عندهم توتر عصبي أو بيقول لك الناس اللي بتشيل أحمال يعني يقول لك ما هو بيشيل يقول لك طب شمعنا جات في اليمين وما جاتش في الشمال ما هو ممكن يكون بيشيل في اليمين أكتر من الشمال أو بيشيل في الناحيتين بس مش متوازن حد تاني يقول لك آه أصلي فيه في دول الخليج أو في اليمن أو كده بيعودوا عاملين كده أو بيعود متكئ بيعودوا على الأرض ومتكئين فالعضلة دي بيبقى مسنودة عليها ممكن يفضل قاعد كده ساعتين فيبتدي يحصل التهف العضلة مزمن بقى يعيش بيه طول عمره وللأسف العضلة دي ما بتخفش يعني العضلة دي هتفضل معاك طول عمرك تجي لك وتروح تتنرفز شوية آه دي وجعتني البرد والتكريف جي آه دي وجعتني آه أجه شي الحاجة أعود على الكمبيوتر دلوقتي والآه دي وجعتني فاهمني فما بتخفش فكل اللي احنا نقدر نعمله ان احنا نحاول نحافظ عاليها ونقلل الألم بتاعها بدون برضو من الحاجات اللي انا اكتشفتها من الفكرة الغلط ان فيه ناس بيطقوها هي انت حتطق ايه انت عارف العضلة دي فين دي العضلة دي مستخبية تحت تحت اللوح تحت عضمة اللوح فالناس بيتلخبطوا ما بينها وفيه حاجة اسمها كريبيتوس فيه حاجة اسمها سبسكابيلو كريبيتوس او سكابيلو ثوراسي كريبيتوس يعني عضمة اللوح مع القفص الصدري بيتحركوا على بعض فيقوم هو نتعلك او زائقلك حاجة كده الحاجة اللي ممكن تطق هنا ممكن فيه مفصل بتاع الدلوع ممكن يتخلع ممكن وطر يتقطع فيه ناس تعملها بكعب 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 رجليها فيه عنف بلاش العنف هترتاح شوية ويرجعلك تاني ما انت عارف انها هترجع تاني فنحاول ان احنا نعمل الحاجات اللي هي ما فيهاش مشكلة اللي هي ما بتعمل لناش مشاكل زي في البيت التدليق العميق ديب مساج مش مساج كده لأ ديب لما بيجي لي حد في العيادة بقوله بكلوة ايدك كده وايه حد يعملك عليها حركات دائرية بيفتاح جدا 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 طب ما عنديش حد في البيت انا هفضل بقى كده هات كورة كورة جولف هات اي حاجة او في الباب وحط الكورة ما بين الحتة اللي بتوجعك والحيطة وافضل ادعك بالكورة على الحاجات دي في شكل دائري او عندي سن الباب كلنا عندنا باب صح كده ممكن في الحيطة الجزء انا معرفش انت شايفين الجزء ده ولا لأ سن الحيطة احط وابتدي اعمل حركات دائرية احط قربة مية دا في الصبح وبالليل باستمرار ووازب على الحكاية دي ومعودش استنى طب اصلا بترجع تاني مية حترجع تاني خلاص بقى احنا عندنا في حاجات الام مزمنة والحمد لله انها الام غير خطيرة نتحملها بقى دايما الناس كلنا مبتلين مفيش حد في الدنيا مش مبتلة لما يبقى الابتلاء بتاعك في حاجة غير مميتة وغير خطيرة خلاص شوية تواجع ياسيدي ويروحه مفيش مشكلة والله لو انت مش قادر تتعايش معها بالتمارين دي ممكن تروح لدكتور علاق طبيعي يعلمك تمارين تفرض العضلة ازاي تعملها ازاي زي ما انا بعمل كده كده الفردة بتاعي يعمل لك علاق طبيعي فترة مفيش اي مشكلة في حاجة زي كده لو بقى القلم يعني مدايقك قوي وما بيتحسنش على الحاجات دي ممكن ان احنا نعمل حقن للتريجر بوينت تريجر بوينت انجيكشن نحقن المنطقة دي بنسميه حقن العضلات بتاعنا ونعمل الحقن ده مثلا تلات مرات او تلات جلسات او مرتين او حاجة زي كده وان احنا نقدر ان احنا نحقنه ممكن نحقنه بايه ما تحقنوش كورتيزون ممتد المفعول طبعا فاهمني لكن ممكن نحقنه برولوثيرابي او العلاج بالديكستروز برولوثيرابي ده اللي هو ديكستروز بنحقن اوزون تمام ممكن نحقن اوزون اللي هو الاكسوجين الناشط انا ما بحبش اقول اوزون لان الاوزون ده قعد فترة طويلة ينصبه على المرضى بموضوع الاوزون ده ويقولك بيعالج ايه وبيعالج ايه لكن هو طبعا انا بحب اقول الاكسوجين الناشط علشان الناس تفهم ايه الاوزون ده لأن الناس واكرة الأوزون ده وبصراحة الأوزون ده حاجة يعني الاسم ده أصبح مرتبط بالنصب يعني قعدوا فترة طويلة يضحكوا عن الناس بيه لكن يعني بنحقن برولوزون اللي هو البرولوثيرابي اللي الدكستروز أحد المكونات اللي في الحقنة بتاعته مع الحاجات دي الحالات الشديدة بقى اللي ما بتتحملش خالص يعني بنعليجها زي أي تريجر بوينت فشل فيه كل حاجة بنعمل تردد حراري للعضلات في المنطقة دي تردد حراري للعضلات وربنا الشافي برضو ما فيش حاجة مضمونة ناس بتتحسن وناس ما بتتحسنش أتمنى أن أنا أكون يعني أفتكو حلتلكو شوية من لغز الأبهر ده أو من لغز دوت وبطمنكو أنه هو مش حاجة خطيرة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته